حضراتكم تبعته مفترض وأعتقد بل أظن ظنًا حسنًا قمة محيط واحد واللي شاركت فيها مصر بحضور فخمة الرئيس لمسافر فرنسا القمة بالأساس أيمة على فكرة التعامل مع ما يحدث من تغيرات مناخية الفكرة جت بمبادرة من إمانوال ماكران طيب خلونا نفهم أهمية القمة دي إيه وأهمية النوع ده من المبادرات إيه وهلي انعكساته على مناحي أخرى زي الصناعة الاقتصاد أحيانًا العلاقات السياسية ما بين الدول خلونا نرحب بشدة بضفنا العزيزات السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق منورنا فانا الله يخليك حقيقة إزاي الصحح شكرا كرام صحح المزيع إذا كان غلطان على هذه القمم أليست هذه القمم لها دايما انعكستها على الاقتصاد والصناعة وخلافه من الأمور حتى في العلاقات ما بين الدول وبعضها البعض بالتأكيد يعني هل نلاحظ في العاشر سين اللي فاتت نتحولت القمم من قمم سياسية صرف إلى قمم تهتم بقضايا موضوعية قضايا تهم المواطن وتهم المجتمعات ككل وده المبادرة الفرنسية اللي عيدها الرئيس عفتاح السيسي مبادرة رائعة لأنها بتتكلم على قضية لم تكن مطروحة بشكل محدد يعني مطروح دايما مشكلة البيئة مطروح دايما اتفاقية البحار ولكن لم يكن اتفاقية أنك انت تشوف المحيطات بالذات والبحار كيف نستطيع أن نحافظ عليها ونستفيد منها أكبر استفادة فبالتالي هذه الخمة بالذات كانت لها وزن كبير من ناحية الموضوعية في أنها بتتكلم عن هذا الموضوع ولكن مشاركة الرئيس عفتاح السيسي كان لها ثلاث مستويات ملهاش فقط المستوى اللي نحن نكلم عنه عن القمة وموضوعها المحدد ولكن لها قضيتين أو بعدين آخرين البعد الأول هو أنك انت بتتكلم عن أن مصر ستكون رئيسة لمؤتمر البيئة الذي سيعقد فيه شرم الشيخ في نهاية نوفمبر وبالتالي هناك ترابط وتداخل ما بين المؤتمر الذي دعا له ماكرون والمؤتمر الذي ستنظمه مصر وبالتالي كان من مهم جدا أن يكون الرئيس هناك ويتحدث عنه ودعا معظم المشاركين في هذا المؤتمر للحضور لكن الخط الثاني هو أنت في كل مؤتمر في الواقع بيبقى فيه مؤتمر موازي اللي هي اللقاءات السنائية اللي هي نفتح فيها أفاق جديدة للعقاءات ما بين الدول المشاركة ونلاحظني في المؤتمر دوت قبل من اتكلم عن المؤتمر نفسه وطبيعته أن الرئيس التقى بشخصيات متعددة طبعا اللقاء الفرنسي المصري للقمة المصرية ده مهم جدا وكان هناك اتفاقات محددة واضح فيها هذه اتفاقات أنها أثرت على أو دخلت في أعماق القضايا الإخليمية ومن ضمنها ليبيا مثلا مشاكل بتاع ليبيا ولكن أيضا كان هناك اللقاء مع رئيس الوزراء المرويج مع رئيس المفوضية الأوروبية مع رئيس الوزراء التونس يعني هذه اللقاءات في خلال 24 ساعة يعني ده تحرك دبلوماسي يتوازى مع المؤتمر في حد ذاته لكن ده بنعود للمؤتمر الفكرة في حد ذاتها أنك أنت بتتكلم على المحيطات والبحار مش بس المحيطات هي فكرة محيط واحد بمعنى كل المحار ده محيط واحد لنا يحيط بنا وبالتالي بتحدث عن هذا ويتحدث الرئيس الفتاح السيسي على أن في الواقع البحار عبارة 70% من الكرة الأرضية وبالتالي إذا لم نكن نهتم بـ 70% من الكرة الأرضية هنهتم بإيه وهناك أطر قانونية مش واضحة لحد الوقت للاستفادة من البحار ومن المحيطات لحد الوقت ما زال هناك إساءة استغلال المحيطات والبحار تيرمو فيها المخلفات المخووية والنفعيات ومعيلي عدم اهتمام بدرجة كافية بهذا ده بيؤثر عليها تأثير جزري لأنه كانت لما يكون في هذه المياه طبعا المياه في المحيط بتدخل على البحر الأبيض وتؤثر علينا في النهاية وتدخل أيضا على البحر الأحمر وبالتالي اهتمامنا بهذا اهتمام مباشر مرتبط بالمنطقة العربية ومنطقة مرتبط بالمصالح المصرية عندما نتحدث عن هذا وعندما يتحدث الرئيس الفتاح السيسي أن مصر توافق من حيث المبدأ على انضمامها للإعلان الذي صدر عن المؤتمر وده إعلان مهم جدا أنه بيبدأ خطوة يعني إيجابية للاستفادة من المحيطات والبحار ثم يتحدث عن أن احنا سنكون شركاء أيضا في التحالف العالمي للمحيطات وفي التحالف الطموح للحفاظ على المحيطات والبحار أنا عايزة أقول أن فيه نقطة مهمة جدا تحدث الرئيس الفتاح السيسي عن حاجات فنية ارتفاع درجة الحمودة وتدهور المياه البحرية وتأثير عمائلية يعني حاجة فعلا كلمة موجزة ولكن فعلا يعني بيسموها بالإنجليد يعني مركزة على التحالف ترجمة نانسي قنقر